مصير مسيحي الشرق عنوان لطاولة مستديرة أقيمت ضمن إطار سالون الكتاب الفرنكفوني لبيروت حيث جرى عرض للواقع المسيحي اليوم على ضوء الأحداث السياسية والأمنية التي تعصف بالشرق الأوسط ومدى تأثيرها على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والإيمانية لشعوب المنطقة استهل اللقاء بمداخلة للكاتب الفرنسي مارك فروماجي عرض فيها لوجهة نظره حيال ما يحدث من تغيير ديموغرافي في العالم العربي بدءا من العراق مرورا بسوريا وصولا إلى لبنان حيث أشار إلى تناقص كبير في عدد المسيحيين في الشرق ما ينزر بمخاطر كثيرة كلمة الكاتب فروماجي قابلها مداخل الدكتور ناجي كوزيلي حيث عرض لواقع مصير مسيحي الشرق تاركا فسحة كبيرة لتدبير الله في شعبه مستندا على وقاع إيمانية وشهادات حياة مفعمة بالرجاء والإيمان لافتنا النظر إلى محابس القدسين وصلوات المؤمنين مداخلة الدكتور كوزيلي تركت أثرا في نفوس الحاضرين ما دفعهم للرد على مداخلة فروماجي معتبرين أننا كشعب مشرقي متعلقين بأوطاننا مهما اشتدت الأزمات والتاريخ شاهد على بطولات إيمانية لشعب الله في أرضه ترجمة نانسي قنقر